والآن إلى ملفنا الثاني في أخبار الأسبوع هو وبائي حيث أكد وزيره الصحة دكتور نظير عبدات أكد أن الوضع الوبائي في الأردن ما زال يشهد ثباتاً مع انخفاض في الحالات في الأسبوعين الأخيرين أضاف عبدات أنه يوجد تقدم واضح في عمل المستشفيات الميدانية ولابد من التأكيد على أن وضعنا الوبائي الحمد لله ما زال يشهد ثباتاً مع انخفاض في عدد الإصابات في الأسبوعين الأخيرين ومن الواضح أنه هناك ثبات بالانخفاض لكن لا بد من التأكيد بأننا ما زلنا في قلب المعركة ضد هذا الفيروس وكلنا يجب أن نحارب هذا الفيروس بكل الإمكانيات المتاحة وخير هذه الإمكانيات لغاية الآن هو التزامنا بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات أعود وأبين أيضاً أن ارتداء الكمامة يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة التي تغطي الفم والأنف والوجه إلى حد ما ما يتعلق بالمطاعيم كما قلنا سابقاً الأردن وبتوجهات ملكية سامية يلتزم أو التزم بالتعاقد مع مجموعة من الشركات وأعتقد أن التعاقد مع أكثر من جهة هو أمر مهم في هذا المجال لكي نضمن توفر هذه المطاعيم بأقرب وقت ممكن هناك تفاهمات أو اتفاقية مع ائتلاف كوفاكس نتمنى أن نستطيع الحصول على المطاعيم من هذا الائتلاف في أقرب فرصة ممكنة ولو أنه بصراحة لغاية الآن لا نعرف ضبط متى ستصل هذه اللقاحات لكن بما يتعلق بشركة فايزر أصبح معلوم لدينا إن شاء الله أن هذا المطعم سيتوفر في الربع الأول من العام القادم 2021 حديث أكثر مشاهدين حول الوضع الوبائي في المملكة انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو دكتور ربا سامحة جاوي عضو اللجنة الوطنية للأوبيئة دكتور ربا سامحة هنا سلام بك عبر ربا ناجخ ورسوة أعطيك ألف عافية السلام خير أهلا وسهلا السبت الآن أنت قلت لكم أنهيت قبل قليل اجتماع مع لجنة الأوبيئة نعم بعد هذا الاجتماع وفي ظل بداية هذا الانخفاض التدريجي في أعداد الإصابات هل نتحدث عن انخفاض أم ثبات هذه الأيام بعد أن كما هناك إجماع في وزارة الصحة واللجنة الأوبيئة أنه تجاوزنا الذور وإذن الله يعني هو كان أغلب حوار اليوم عن دراسة الوضع الوبائي اللي احنا بنشهد يعني انخفاض ملموس يعني وجوز اليوم لأول مرة من ستة سبيع بينزل رقمنا عن ألفين لفتني كلبة ملموس بالضبط يعني فكان واضح لكن احنا يعني الحمد لله نقول أنه تجاوزنا الذروة وهي الذروة اعتقد في هذه الموجة كانت تسعة تلاف وسبعمائة وثلاث ثلاث 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 حوالي ثمانة تلاف إصابة صحيح معناته نجاحنا في أن نصل إلى ما يقال عليه تبطيط وتسطيح المنحنة الوبائية إيش معناه؟ إننا نعود إلى ما كنا عليك قبل الظروة إذن ألف إصابة في اليوم نسبة لكم عدد الفحوصات يكون وهذه النقطة؟ هي بالضبط هذه أرقام مجردة لكن لو نظرنا نظرة إلى عدد الفحوصات الإيجابية الفحوصات الإيجابية وصلت مع الظروة وصلت في ذروة 28% وإحنا الحمد لله هلا بجزء اليوم كانت 13.19 مبارح كانت 12.6 مبارح يعني نتمنى أن يكون فيه نسبة وتناسبة يعني النسبة بتنزل يعني من 28 نزلت إلى أكثر من الضعف نزلت في حوالي ثلاث أسابيع وهذا مؤشر أن نحن إن شاء الله بإنخفاض مستمر إذن دكتور بس عشان عقب على كلامك إجماع اليوم في اللقاءك في الاجتماع الذي حصل اليوم في لجنة أوبئة أنه بدأنا نشهد انخفاض ملموس في أعداد الإصابات نعم فضل الله في المملكة بدي أسألك لجنة أوبئة إلى ماذا تعزو ذلك؟ شو السبب وراء ذلك؟ التزام مواطن أم أصبح لدينا مناعة مجتمعية مثلا؟ يعني هو الموجة الثانية مكرنة لو سمينا في أرقامنا الأولية التي كانت شهدت في شهر ثلاثة وأربعة وخمسة وسميناها موجة أولى لنرى أن كان هناك فرق واضح في الارتفاع هذا مما يعني بديش أقول أخاف الناس لكن وضع الناس في أن يعني تشارك الحكومة وتشارك القرارات اللي هي فرضت بحيث أنها تلتزم في الإجراءات الصحية نعم التزامها في الإجراءات الصحية وكان فيه الثلاث أسابيع اللي فات هو واضح خلينا أقول حتى بعد ما كان سعادة الأستاذ النائب يعني بعد النواب ومعركة النواب أصبح جليا أن المواطن أصبح يشعر بشعور أن هناك في وفيات في إيصابات عالية وهذا فرض عليه مسؤوليات بالضبط وبذلك أنه يعني حتى أوامر الدفاع التي ظهرت وراقبت وخالفت وغلظت العقوبات كل هذا الحكي ووعي المواطن وثقته بالأرقام اللي عمالها بتصير وأصبح إنها وفيات يعني الوفيات تزاملت في ارتفاعها إلى أن وصلت إلى واحد وتسعين صحيح في يوم الانتخابات أيها في يوم الانتخابات ولما كان 28 و18 بالعشرة نسبة الفحصات الإيجابية الحمد لله وصل يعني إلى أقل رقم كان 36 وفا يعني اليوم أي نعم ارتفع شوية عربين لأنه يعني بيعتمد لأنه ما بقيس يعني الوفيات ما بتقيس وفيات اليوم صحيح هي بتقيس لأنك أنت بيقعد المريض حوالي في المعدل من 10 إلى 14 يوم وبناء عليه هو يعكس أياما مختلفة لكن احنا بالنسبة إنا يعني في الأربع سبيع اللي فاتوا انخفضت إلى النصف وأيضا عدد الحالات الخطرة بدأت انخفض بالضبط يعني المنحلة الوفيات يعمل وارتفاع ونزل في الأصابات والوفيات وهذول المؤشرين جيدين جدا يعني مؤشر الإصابات والوفيات انخفضت تماما وهذا مما يؤكد ثبات أرقامنا ونزولها إلى شيء واضح نمسكك عن موضوع انخفاض ملموس اسمح لي دقيق على هذه النقطة بدأت لدكتور بسام انخفاض ملموس تلمس لجنة الأوبئة في الوضع الوبائي في المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم هل هذا قد يفرض عليكم توصيات بتخفيف الإجراءات خلال المرحلة المقبلة الكل يتحدث عن الحظر الليلي والكل يتحدث عن حظر يوم الجمعة ونحن دخلين على أعياد المجيدي خلال المرحلة المقبلة إلى أين نتجه في هذا السياق؟ يعني لا شك أنه أرقام زي هيك هي تشجعنا أن نراجع الإجراءات اللي قمنا فيها في خلال خلنا نقول الشهرين اللي فاتوا شهر عشر أو وحداش وكانت فعلا يعني ما إجت من فراغ يعني الأرقام فرضت نفسها في إنها تجعل الحكومة أو لجنة الأوبئة أو وزارة الصحة تفكر في إجراءات قد تنعكس وهذا واضح جدا يعني انعكست أيام الحظر اللي هي قلت يعني أو زادت بمعنى أنه صرت للعشرة للتسعة والتسعة كان عندنا يوم الجمعة أتمنى أنه هذا يكون كان على طاولة النقاش بحيث إن شاء الله بعد واحد واحد سنلمس أشياء إن شاء الله من الحكومة تكون واضحة تتماشى مع الوضع الوبائي لأن وضعنا الوبائي لا يزال في ظل وجود أرقام هائلة للجائحة على المستوى العالمي وإحنا من خاف أن هذه الموجات في ظل عدم وجود لقاح وفي ظل عدم وجود أرقام ثابتة بين الدول أصبح هناك لقاح الآن بس من يستعجل بجلبه إلى بلده يعني خلينا نقول بريطانيا لأخذت اللقاح أمس بدها للجرعة الأولى وللجرعة الثانية كمان ثلاث أسابيع والجرعة الثانية تأخذها وبعد أسبوع من الجرعة الثانية لما يتشكل مناعة كل هذا الكلام يحتاج إلى وقت في التحضرات نتمنى أن نحن التحضرات في نهايتها وتم وضع ترتيبات للمطعوم بحيث إنك إن شاء الله لما يجي المطعوم نكون جاهزين بحيث نتعامل مع المطعوم لأنه بدون مطعوم ولقاح ما في حل الجائحة يعني أرقامنا وتفشينا المجتمعي ونوصلنا لنسب في الإصابة للمواطنين قد تكون يعني فعلا وصلت إلى 20-25% وبناء علي نحتاج إلى المطعوم حتى المطعوم يعطي مناعة صناعية بالإضافة للمناعة الطبيعية التي تشكلت من المرض لنصبح فيه مأمن إذا وصلت نسبة المناعة أو نسبة اللي بنحصل عليها من المطعوم من المرض أكثر من 50-60% هذا ما يضعنا بالضبط لأنك تتحدث الآن عشان أوضح للمشاهدة أنت حكيت نقطة في غاية الأهمية تتوقعون في لجنة أوبي أنه أصيب 25% من الشعب الأردني حتى هذه اللحظة بفيروس كرونا يعني حوالي 2 مليون ونص صحيح أتوقع ذلك نعم 2 مليون ونص أردني أصيب بفيروس كرونا نعم يعني كل اللي تبلغنا عنه كل الذين أصيبوا ولم يبلغوا كل الذين أصيبوا وثبتت أصبتهم ولم تظهر عليهم أعراض أتوقع أنه وصلنا إلى 20-25 فريم وأنا أتمنى أنه هذا الرقم في ظل التفشي عشان هيك إحنا منقول لسه نسبتنا 12% أتمنى أنه خلال الأسبوعين القادمين لما ينتهي شهر 12 أنه ننزل لمستوى أقل من 10% الإيجابيات الأمر الذي لا يزال إحنا دخلنا في تفشي لأنه كنا في شهر 3 و 4 و 5 إغلاق وبناء علي تأخر دخول الإصابات لدينا كما حدث في العديد من دول العالم بالضبط الآن أسألك عن موضوع دكتور بسامة نتحدث عن الموجة الثانية ولكن دائما تقول في هذه الموجة في هذه الموجة هل هناك أي مخاوف من موجة ثالثة قبيل وصول اللقاح المتوقع في شهر شباط المقبل في المملكة يعني هو إذا توقعنا أن الموجة التي نحن بصددها ونحن فيها وصلت إلى ما نتمنىه دون الألف حالي أو دون الخمسمائة حالي وبناء عليه سنصلها مثلا في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني من شهر واحد نتمنى أنه عبين ما يوصل المطعوم كما أعلن وزير الصحة ومسؤول ملف كورونا أنه نتوقع أنه ببداية شهر واثنين صحيح أنه يصل المطعوم نتمنى أنه ما يصير تراخي وتمنى أنه الناس الضل مستمرة في لبس الكمامة والإجراءات الصحية حتى نضمن أنه قد يكون هناك موجات لأنه هذا الجائحة بدأ ما فيه إلها علاج وما فيها مطعوم أعطيها للناس يعني الدول بسيطة اللي بلشت في المطعيم وابنان علي المناعة الصناعية للمجتمعات لم تصل بعد ومن هون خوف منظمة الصحة المعالمية أنه قد يكون هناك موجة أخرى وننظر سبب التراخي طبعا بالضبط ننظر إلى أوروبا شوف أوروبا كانت في موجة أولى إجت في أربعة وخمس وستة وانتهت منها شوي وإحنا كانت الموجة يعني اختلف الدولة من الموجة الأخرى هلأ إيطاليا ألمانيا وبريطانيا استعجلت في اللقاح ليش؟ لأنه هي فعلا عندها إصابات وفيات ارتفعت وإصابات ارتفعت هذا الأمر يعني أنه التراخي ووجود ثغرات يجعلنا ندخل في موجة ليش لا؟ لذلك الانفتاح يجب أن يكون تدريجي خلال مرحلة المقبلة تدريجي ومدروس ونستفيد من الدروس السابقة حتى لا نقع في أي براث ضعف يؤدي إلى موجة إلى حين وصول اللقاح وإلى حين أن يصبح هناك نسبة 60% من شعب الأردني مناعة طبيعية ومناعة صناعية والذي يسميها مع بعض المناعة المجتمعية لا أحب كلمة مناعة القطيع مناعة مجتمعية الآن بدينا نفوت على الموضوع اللقاح عندما يصل إحنا مش عارفين كم العدد لكن البعض يرجح أنه حوالي عندما يصل كاملا بالاتفاق حوالي 2 مليون الآن الـ 2 مليون إلى من هي الأولوية باعتقادك؟ كوادر الطبي إحنا عارفين من أيضا؟ كبار السن مثلا؟ هو أعتقد أنه الدولة من أول عندما كان يبرق أي أمل لأي شركة كنا إحنا نحاول نحجز نحاول نعمل اتفاقيات نتواصل على مستوى عالمي فأتمنى أنه 20% إلى 25% إذا ما تفضلت أنه يجينا هذه النسبة من المطاعم وفرضت أولويات كما تفضلت الآن الأولويات هذه بشكل عام هي لكبار السن المرضى وهناك أسس لذلك ومكتوب بالبرتقول والكوادر الصحية وقد يوصل جزء من المطعوم في البداية في أول شهر وبنانا علينا لازم نتعامل مع الكوادر الصحية اللصيقة للحالات والتي عندها تعرض للإصابات وتعرض أنها تمرض أكثر من غيرها وسنلجأ إلى مثلا الأعمار الكبيرة اللي لديها أكثر من الأمراض غير السارية سنلجأ إلى بعض المهن التي نرى أنها في تعرض فيها قد يؤدي إلى خطورة نلجأ إلى الناس اللي بيتعاملوا مع الكوادر اللي في العناية الحثيفة وهكذا الكطاع الخاص اللي بيتعامل وعماله بساعد الخدمات الطبية الدفاع المدني كل هذه الأمور مدروسة وموضوعة بشكل مرتب بحيث أننا نضمن من هم ضمن الفئات المعرضة للخطر بالإصابة حتى يأخذ المرض هل ضمن الفئات المعرضة للخطر لا أتحدث فقط عن اللقاح الآن خلال المرحلة المقبلة وهذا إذا ناقشته اليوم في هذا الاجتماع نحن نتحدثنا عن فتح بعض أو تخفيف القيود خلال مرحلة المقبلة أتمنى موضوع الجمعة موضوع الحظر الليلي من التسعة وتحت الدراسة بقوة اليوم هل هناك فتح قطاعات أتحدث دكتور تحملني عن موضوع المدارس في الفصل المقبل ناقشته اليوم؟ يعني ناقشنا بصوت عالي بحيث أننا نصل سمعونا أنه هل المدارس أنا الأوان أن تفتح أنت بتعرف أنه الكل هلا بالفصل الأول لا مجال في ذلك أونلاين لكن بالفصل الثاني أتمنى أن تكون هناك درسة الأرقام بعنايه ودرسها المنحنة الوبائية ودرسة الفئات وكيف انصاب يبدو أنه فئات الطلبة هم أقل إصابة من الفئات المجتمعية يعني بوصب بحدها الأعلى اللي هو في المرحلة الأساسية كذا حوالي 7% وبناء عليهم فئة غير ناقلة للمرض يعني قد ينتقل المرض إليهم وهما لا ينقلون المرض نعم إذن المدارس ليست بؤر تقريبا يعني ليست بؤرة وخاصة أنه في تجربة يعني أخذنا تجربة أنه في دول كان في عندها إغلاق تام وكان عندها في مدارس مفتوحة صحيح يحتاج ليش لأنه يعني أنت بقعب تسأل عن واحد اثنيا الفصل الدراسة الثانية وبناء علي لسه بدري إذا منحنانا وبائي لا زال واستمر بل إن خفاض أعتقد أنه إن شاء الله سيكون خير لمصلحة الطلبة ومصلحة الأهالي وهذا يشمل الجامعات أيضا بكل تأكيد 100% بدأ أشكرك جزيلا أشكر الدكتور باسابحة جاو عضو اللجنة الوطنية أوبياب أشكرك على كل هذه التفاصيل العفو سيج العفو سيج العفو سيج عفو سيج